مونير شحاد برأيك هل يملك حزب الله القدرات العسكرية التي تمكنه من تدمير ربما شبكات او استهداف شبكات الطاقة الاسرائيلية نعم مسألة خير تحية لك ولكل المشاهدين والضيفيك الكريمين طبعا المقاومة تمتلك ترسانة من الصواريخ لنرى مثلا الفورين بوليسي هي من قدرت ان المقاومة تمتلك اكثر من مليون صاروخ ما بين صاروخ وطائرة انقضاضية وإلى ما هنالك رقم مبالغ فيه لنفترض ولكن المؤكد ان المقاومة اصبحت تملك مئات الالاف من الصواريخ وهذه المرة صواريخ باليستية صواريخ دقيقة وصواريخ نقطية تستطيع ان تستهدف اي كيلوماتر مربع في فلسطين المحتلة حتى ام الرشراش الات يعني جنوب فلسطين المحتلة كل هذه الاهداف التي عرضتها المقاومة في شريط هدهد الذي عرضته منذ يومين هو الحلقة الاولى كل هذه اهداف استراتيجية وهو بنك اهداف مسبق التحضير الصواريخ مربوضة باتجاه هذه الاهداف سوف تستهدف في الساعات الاولى من الحرب لنرى مثلا جامعة ريخمن في اسرائيل اجتمع اكثر من مئة خبير عسكري اسرائيلي وقاموا بدراسة عن مدى الاضرار التي ممكن ان تلحق باسرائيل في حال فتحت حرب على لبنان دراسة مؤلفة من 130 صفحة تكلموا عن موضوع الكهرباء تكلموا عن الاتصالات عن الانترنت طبعا ورأوا ان هناك معضلة ومشكلة كبيرة بالنسبة للكهرباء في حال استهدفت من قبل المقاومة لا يمكننا ان ننسى ايضا منصات النفط في البحر التي تمول الكهرباء بحدود 70% من الطاقة كمان سوف تستهدف فازا لدى المقاومة صواريخ نعم تمتلك صواريخ دقيقة صواريخ بعيدة المدى والباليستية ودقيقة ونقطية مش بس هيك فازا المقاومة سوف تستهدف في الساعات الاولى من الحرب اهدف استراتيجية قواعد جوية مطر بينجوريون المهنيك وبالاضافة الى ذلك البنى التحتية من كهرباء من كل ما يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي في فلسطين الممتدل نعم ترجمة نانسي قنقر